ونروح بقى معاكم لخبر تانية دينا خبر بقى لطيف جدا انه المتحف المصر الكبير بيبدأ تنفيذ سيناريو العرض المتحفي في قاعدة الملك توت عنخ أمون واللي هتبلغ بساعتها 7000 متر وهيتم وضع عدد كبير من المقتنانات الخاصة بالملك الدهب الحركة عارفين ان مجموعة الملك توت عنخ أمون هي اغلى مجموعة اثرية على مستوى العالم والقطع الفنية وقناع الملك قطعة لا يوجد مثيل لها في كل الدنيا واحنا معرضناش كل المحتويات يعني الغرفة اللي كان لقاها كاتر وحصل فيها على أشياء كثيرة للملك توت عنخ أمون فأعتقد انه مع ترميم بقى جميع أثار الملك الفرعوني داخل مراكز الترميم بالمتحف كمان هنضم عدد كبير كمان من القطع هل تزيد عن 50 ألف قطعة أثرية الجميل فيما حدث أو فيما يحدث في المتحف المصري الكبير ان تجربة الزيارة المتحفية كما هو متوقع وكما بيصل إلينا من الأخبار هتختلف تماما عن فكرة انك تروح احنا كده كمصريين دايما لاننا شبعانين حضارة وشبعانين تاريخ بنروح احيانا كتير بصراحة قبل ان نقرأ عن القطع دي اما قرناش كفاية ما عرفناش معلومات كفاية تجربة العرض المتحفي كل ما كانت فيها وسائل كده سمعية وبصرية وسرد للقصة وأقدر أراها أقدر أسمعها الإضاءة تساعدني كل هذه التفاصيل في عرض بطريقة مختلفة طريق بمقتنياتنا المصرية دا اللي احنا متوقعينه في المتحف المصري الكبير لان انا عايز اقولك انه زلت طبعا قناعته تحنون في المتحف القديم في المتحف القديم حاجة جميلة طبعا وانت بتنبسط وتفرح بس تحس انه لأ كان ناس حاجة يعني انا عايز اعرف اكتر انا قردت خمسة تسطور انا كنت عايز اعرف معلومات اكتر كنت عايز اسمع حاجة لطيفة اعتقد انه كل هذه التجارب اللطيفة اللي تخلي الزيارة المتحفية اكثر تفاعلا دي هنشوفها في المتحف المصري الكبير اللي احنا يعني مستنين ومنتظرينه بفارغ الصبر